هنروح لكرة السلة رجال الحقيقة عندنا كلام كتير جدا محتاجين نقوله عن هذا الفريق مبارح كانت مباراة الذهاب الاتحاد السكنداري الأهل والاتحاد السكنداري وكانت المباراة الأولى هي المرتبط المرتبط نجح أن يفوز بنتيجة 81-65 في مباراة الحقيقة كانت جيدة جدا دي صورة فريق المرتبط الحقيقة عدوا بشكل جيد جدا عملوا يعني أداء كويس ويتمازل نادي الأهلي في المرتبط الحقيقة بالثلاث لعبين اللي تحت الحلال الحقيقة يعني على أعلى مستوى أنا شايفهم يعني الحقيقة مستقبل كبير جدا لمنتخب مصر ونادي الأهلي سواء أحمد ربيع سواء علي سواء عصام سواء موفق كمان تحت الحالة بلإضافة طبعا لعيبة كلهم مباراة كان عمر حاتم في المرتبط موفق بشكل كبير جدا أحد اللاعبين المميزين جدا جدا هيكل شأن كبير عمر حاتم خلينا طيب نروح للفريق الكبير الفريق الكبير لعب المباراة مباراة المباراة مشيت إكوال تول الجيم أربعة بونت خمسة بونت أربعة بونت خمسة بونت لغاية قبل المباراة بدقيقة اللي سكور فتح شوية طيب إحنا عندنا بعض الأمور المحتاجين أتوقف عندها شوية أولا هنتكلم عن أهم عامل وهو التحكيم وإحنا قلنا هنا أننا بنتمنى أنا كنت كهيسة بالسعيد وكانت أمنية شخصية ليس لا علاقة بالتمنيات أو برؤية النادي أنا بتكلم عن شخصي أو يعني عن رأيي أنا الشخصي كنت أتمنى وجود حكام أجاني وده مش رأيي بس رأيي كل المتابعين سواء جوة مصر أو بره مصر كان لازم وجود حكام أجاني بقول للأسف أنا بقول للأسف إحنا عندنا حكام جيدين جدا ولكن لما بيجوا في المناسبات أو المواقف زي نهائي زي مباراة جمهرية مباراة عصبية الحقيقة بيحصل فقد للسيطرة تمام برحل شاهدنا يعني سلسلة من الأخطاء التحكمية يعني اللي بالهاش حل يعني أخطاء تحكمية الحقيقة إحنا حذرنا من السيميوليشن في تاتا بونت أكتر من مرة وإن الحكام الأجاني بجوم صفروها على الكثير من اللعيب الاتحاد السيميوليشن يعني زي اللعيب في ضربة الجزاء بيمثل ضربة الجزاء بياخد إنذار على طول ولكن للأسف وقع الحكام مبارح في فخ السيميوليشن ما حسبوش حاجة بالعكس حسبوها على النادي الأهلي تخبط كبير جدا في القرارات لدرجة إنهما شدوا الجهاز الفني لدي الأهلي وشدوا اللاعبين بهذه القرارات طيب هل اللعيبة طب يعني اللعيب بشر فلما بيلاقي هذا التحكيم أو هذا المستوى من التحكيم لازم بتشد غزب العالم يديني حقي وأنا بعد كده كويس وحش دي بتاعتي يعني مش مبدأ إن أنا بارح إن أنا أعترف إن الفرقة آه مش أحسن حالتها وهنحلل ليه مش في أحسن حالتها ولكن هل أنا مش في أحسن حالتي ثم تدينيش حقي هو ده مربط الفرس نادي الاتحاد السكندري لم يطلب هذه المباراة حكام أجانب مش سيبك من يعني مش هنقولي النادي الأهلي ولا نادي الأهلي طالب أو مطالبش طب هنتكلم عن نادي الاتحاد لم يطلب حكام أجانب ليه إحنا كل المباراة اللي كانت في حضور حكام أجانب كل البطولات اللي كانت في حضور حكام أجانب فازى بيها النادي الأهلي زي ما بقول لكم كده ليه حكم أجنبي ليعرف أهلي ليعرف زمالك ليعرف الاتحاد ليعرف هيسم لا يعرف محمد لا يعرف ما يعرفش حد بينزل يصفر مصطرة واحد كل البطولات حتى البطولات العربية كل البطولات اللي كانت في حضور حكام أجانب حكام ليفل وان في أوروبا النادي الأهلي بيكسب لأن الفريق الفنيان عالي ما عندهش أزمة خالص إنه يجي حكام أجانب وهنا الاتحاد السكندري اللي ما يطلب بوجود حكام أجانب لأنه زي ما قلت لحضراتكم وضع طبيعي إنه هو يقول كده لأنه البطولات كلها اللي جاه فيها حكام أجانب فازة بيها النادي الأحلي طيب أنا بس مش عايز أدي للتحكيم يعني أتمنى أتمنى نشوف بكرة تحكيم بشكل مختلف الديني حقي ودي لكل حد مش أنا حقي بس ودي للاتحاد حقه إحنا طلبين مصطرة واحدة وطلبين إنه يبقى فيه فير في التحكيم ما بقاش يعني مبالح شوفنا الكابتن يعني مش عايز أذكر أسامي يعني لما كابتن ستر أجوستي طلب يعني تحدي وقال لي عيد الكرة أو عيد الكرة إنه كان متأكد من السفارة أنت بتصفر على لعب عمر الجندي إنه دخل حط بسكت دي حاجة بتاعة بسكت يا جماعة أنا بقول لكم دي ما فيهاش واحد زي واحد بساوي اتنين حتى خبراء كرة السلة التحكيمية أو تحكيم كرة السلة ما عندهمش شك أنا داخل بحط بسكت ضربتني وأنا في حال التصويب باخد رميتين طيب ضربتني وأنا مش في حال التصويب باخد قوت صايد عمر الجندي مبارح داخل في حال التصويب الضرب ما كناش عاملين خمسة فاول عشان مجيش تقول لي دخدته شوتس عشان إيه خمسة فاول لا الضرب وهو بيصوت الكرة دخلت وأنا بغمض أندوان تتحسب وتاخد رمية إضافية مش رميتين طب ليه بقول كده طالما أنت حسبت لي كحاكم رميتين يبقى هو كان في حال التصويب ولا أنا غلطان ما القادون بيقول كده لو أنت في حال التصويب وتضربت وفاول أعاقك عن إحراز السلة يبقى أنت محتاج هنا تاخد رميتين طب أنا دخلت حطيت البسكت أو دخلت حط بسكت الدربت وكرة دخلت أندوان طب منين أنت بتديني رميتين يعني أنا في حال التصويب ومنين أنت مش مديني الكاونت وان مور تضارب غير طبيعي يعني حتى يعني مجرد أنا معرفش أنا بتهيال للتحكيم لما بيحصل ضغط عصبي عليهم من المباراة بالذات الأهلي والاتحاد لأن طبعا أنا يعني مش عايز أتكلم يعني إيه لكن التحدي السكنداري يعني 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 مش مشكلة مش هنخش في كلام لا يقدم ولا يؤخر ولكن لما بحس أن الحكام بتحط تحت ضغط بتلوز الكنترول خالص أنت هسفرت سفارة على اللعب وداخل لحدوته وقديته رميتين الكرة داخل يبقى كونت وان مور يبقى أنا من حق تلاتة مستنى جوجت تحدى قال له يا كابتن تشوف الكرة في الـ IRS اللي هو الفار بتاع الكرة تسال شافها وأصر على رأيه قال له طيب إزاي أنت مديله رميتين يعني عايز أقول لكم أنه في تناقض صعب جدا مش عايز أقف عند التحكيم كثيرا ولكن كنا نتمنى حكام أجل من نجاح البطولة طيب خلينا نروح لحاجة تانية لازم ندعم الفريق هذا الفريق تعرض لنفس الـ سيتيوشن ده السنة اللي فات المرتبة تكسب وخسرنا الكبير في مباراة كنا أدعنا سيئة جينا تاني يوم المرتبة تكسب وكسبنا كبار إذن هذا الوضع تكرر السنة الماضية فإذن إحنا بنتكلم في حاجة مش بعيدة وتكرر أيضا السنة القبل الماضية فإذن بنتكلم على وضع الجالة دي بنفس سوات ده بنفس اللعيبة تعرضوا ليه ولكن أنا أتفهم أنه ممكن أكون غير موفق في الهجوم كل لعيبة شفنا جوردان بيبن شفنا لوكا شفنا أكبر لعبة في الـ وشفنا أكبر لعبة في مصر بيجي له يوم بيبقى أوف دي وضع طبيعي جدا ولكن من الغير مبرر أن أنا أكون سيئ دفاعية هي دي بتاعت اللعيبة لازم أنا مش قادر أحط بسكت أو مش موفق في الهجوم لازم أعود على رجل ودافع أنا ما جبتش بسكت بس مش هيجي فيها بسكت مش عارف أحط بسكت مش أخلي الفرقة التانية تحط بسكت الدفاع عايزين نكسب بكرة الدفاع ودي رسالتي لللعبين الدفاع كل الدعم للفرقة لأن وضع طبيعي عادي مفيش أزمة الفرقة لما تكون مش موفقة مطش عادي نسب بره النسب الطبيعي عادي نسب تصويت خارج النسب الطبيعي عادي فاول شوت بيهضر عادي كل ده ممكن يحصل في المباراة وكرة السلة الموضوع كله متاح ولكن أنا بكرة مرتبط إن شاء الله بنسبة 99% يفوز وحتى لو المرتبط خسر وإنتك سبت بكرة برضو لسه عندك أمل يعني المرتبط كل اللي هيساعد بالدرجة الأولى إن المباراة بكرة تبقى فينات إنما برضو إحنا لابد ولا يعني أي احتمالات تانية غير الفوسبوك الدفاع 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 ندافع والاستحواز على الكرة ونجري فاست بريك كده هيخليك تخرج بره أي عدم توفيق أو جير توفيق ليه فاست بريك؟ أنت بتروح 2-1-1-0 بتبقى احتمالات تصويبك أعلى بتبقى احتمالات أنت رايح واصل للمربع زي ما بنقول في لعبتنا واصل للمربع فأنت بتقدر تبقى نسبك عالية الدفاع نصيحتي للعبين مبارح أنا ما شفتش يعني جيم دفاعي جيد أنا ما شفتش ده المحتاجين ندافع دفاع النادي الأهلي دفاع النادي الأهلي اللي احنا عارفينه وده محتاج قلب وروح تاني نصيحة للعبين البنش البنش لازم يكون روحه أقوى من كده خلي بالك وإحنا بكرة ممكن يكون فيه غيابات فيه لعيبها يعني يا عمر طارق لسه الاسمين أنكل ده لسه رجله ما تمثلتش للشفاء تماما وده تفسير انه لعب أربع داية وبعد كده ما شاركش هو عنده اسمين أنكل من قبل المباراة والراجل يعني بيدوس على نفسه عشان يلعب ولكن بكرة يلعب ما لعبش ده مطلقة للجهز الطبية مع الجهز الفاني ولكن بكرة هندافع هنكسب هندافع هنكسب وده رسالة اللاعبين البنش اللي جوه زي اللي بره كل واقف على رجله وعلى ايده عشان نكسب لازم بكرة ان شاء الله نكسب طيب حاجة تانية أنا طبعا بناشد جمالين نادي الاقل انها تتواجد في الصلب بالصلب كسافة الفرقة دي بنت ثقة كبيرة جدا الفرقة دي نجحت انها تبني الثقة بينها وبين جمهورها خمس بطولات من خمسة السنة اللي فاتت السنة دي لما نغفى كبطولة عربية بفعل فعل نقدر نعوض هنا لنفس المواقب ده بنتعرض له كل سنة مهم جدا البطولة دي همعنا فريق مرتبط كويس نادي الاهلي بناها بشكل جيد عندنا ايضا فريق كبير جيد وفي حالة فنية اه وفرة لعيبة وسكوات كويس شفنا من طريق خيري الحقيقة كان اضافة كبيرة جدا للفريق مبارح يعني احنا فنيا عندنا وفرة من اللعبين ركزوا انسوا التحكيم انسوا التحكيم دي برضو رسالة تالتة للعبين مهما شفت احصلها شوف كل ما التحكيم للأسف المصري موجود في المباريات المهمة هتشوف فاحنا لو دخلنا في الاوبين لوب دي مش هنخلص التحكيم وتنرفز واخرج برامودي لا انا خلاص صفر فكر في اللي بعده ما تتشدش مع الحكام اشتغل على نفسك عوض الكرة اللي جات سواء كرة تحكيم او مش موفق فيها عوض في اللي بعدها في الدفاع بالمنظر ده هنكسب ان شاء الله صدقوني انا متفائل صدقوني انا عندي ثقة في هؤلاء اللعبين ثقة في الجهاز الفني غير محدودة والجهاز المعاون يعني ان شاء الله يبقى التوفيق شدوا حلكو انتوا قدها وقدود معلش انا طولت في موضوع الباسكت ولكن كان مهم جدا ان نوضح لحضراتكم الحقيق ونطلب ان شاء الله الدعم لهذا الفريق